طاهر محمد محمود متولي بميناب نتكلم عن الدفاع هو أحد اللاعبين المحتمل أنهم يكونوا في قائمة الراحلين اللي هيقدمها مارسيل كولر ولكن بالنظر لأنه لسه ملف اللاعبين المدافعين غير مكتمل سواء اللي ماشي أو اللي جاي فبالتالي متولي ممكن تقول أنه ستاند باي إما يبقى وإما أنه هيكون من ضمن الملف الراحلين باختيارات مارسيل كولر لكن زين الدين بالعيد أريبة جدا 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 بقناعة الجميع كولر ولجنة التخطيط وإدارة الأهل التعقدية ماشية هي كمان في هذا الملف طيب طاهر محمد طاهر توصية بأنه يمشي يعني عادي لو جاله عرض ندفد رغم أن الراجل كولر شايف أنه لعب ما خدش فرص كتير لكنه عايز يعلي الكواليتي والهي أن ندفد برضو من كلام الناس عليه حوالينه كلهم بيتكلموا في أنه جودة لم تحصل على حقها جودة مظلومة أنه كمان حتى على مستوى القيادة في الملعب لعب كبير ده كل اللاعبة بتتكلم عليه وكولر نفسه بيتكلم عليه بالشكل ده فكريم ندفد ممكن ياخد فرصة أو أنه يكون في قائمة الراحلين بمناسبة بأنه قلت عن طاهر محمد طاهر ومش في حسابات نادي الزمالك سألنا النهاردة مصدر في نادي الزمالك عن طاهر محمد طاهر لأنه كان فيه أنباء أنه هيمشي من الأهلي وأنه اسمه ارتبط بالأهلي الزمالك لا يفكر في طاهر محمد طاهر قلت لكم قبل كده نزد أقرب الأندية الراغبة بل وربما اتفقت مع الأهلي على ضم طاهر محمد طاهر لكن هنبقى نشوف وقتها يعني طيب نسيب مركز قلب الدفاع ونروح إلى الأجانب بشكل عام زي ما قلت لكم من زمان قوي أن كلهم تحت التقييم بل أن الراجل مش متمسك بأي حد فيهم باستثناء مودست بس بوجهة نظر معينة شرحتها لكم دلوقتي بيرسي تاو الراجب يونم يعني هو خلاص شايف أنه بيرسي تاو ما فيش أكتر وأقوى من اللي قدمه ممكن يقدمه وبالتالي هو شايف أنه لو في قدرة على ضم جناح أجنبي أقوى من بيرسي تاو ياريت علي معلول قلت لكم القصة بس للمعلومات الإضافية أو لتذكرة لتنشيط الذاكرة يعني فعلي معلول الكابتن محمود الخطيب مصمم على تقدير اللاعب بشكل كامل وأن اللاعب يتجدد له وأن اللاعب ياخد المقابل اللي كان عايزه وأنه بيرى أنه دا تقدير واضح جدا لمسيرة كبيرة قدمها اللاعب وإن كان كولر ولجنة التخطيط كولر رأيه أنه المشكلة دلوقتي أنه الأداء نفسه ما كانش ما بقاش أفضل الأداء وبالتالي ممكن نكتفي بهذه المرحلة الأداء الدفاعي مش هو الأنسب بالنسبة له فعايز يطور الأداء الدفاعي بظاهير أيصر اللي هو قلنا عليه قبل كده أنه يحيى عطية الله لسه المفاوضات شغالة وبالتالي لكن الكابتن محمود الخطيب بيقول طب ما ممكن علي معلول الإصابة بتاعته ما تبقاش كبيرة وتبقى مثلا التعافي بقى أسرع فتبقى شهرين فما يضعش مننا وقت طويل في الموسم اللي جاي يعني وبالتالي بالنظر للتقدير الأهلي إداريا واخدها من الشكل ده فنيا كولر واخدها من الشكل ده طيب إيه تاني عايزين تسمعوه؟ إيه تاني عايزين تسمعوه؟ حكتين أخيرتين قندوسي قلتلكم مبارح بس النهاردة بشرحة أكتر قندوسي تحفز كولر عليه أنه الأداء الدفاعي لكنه بيرى أن اللاعب ممكن يبقى متميز جدا مع الفريق لكن في التلت الهجومي لكن تبقى المشكلة أنه هو بيحب اللعيب اللي بيهاجم كويس قوي ولما بيجي الدور الدفاعي بيقدمه كويس قوي فقندوسي دي النقطة الخلافية أو اللي مخليها بعيد عن العودة إلى الفريق الأحمر في الموسم اللي جاي هو معارد الوقتي إلى سيراميكا كليو باترا أخيرا كهرباء مارسيل كولر قال أنه عندوش أي مشكلة في رحيل كهرباء وأنه قصته بالنسبة له من الناحية الفنية أن كهرباء مش في أفضل الأداء وأنه بالنسبة له هو زي ما اتكلمنا من شوية عايز وسام ما عندوش مشكلة في مودست عايز مهاجم أجنبي وبالتالي يرى أن رحيل كهرباء من الناحية الفنية غير مضر بل وهو ده طلب من الطلبات لكن ما كتبش قائمة زي ما قلت لكم بالراحيلين حتى الآن إدارة الأهلي إدارة الأهلي أو الكابتن محمود الخطيب المشرف على الكرة عايز كهرباء عايز كهرباء موجود لكن لجنة التخطيط من جانبها منقسمة مش أسماء كتير يعني وبيرقصها الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن حسام غالي وبالتالي الملف ده فيه انقسام لكن رؤية كولر هي أن يرحل كهرباء إذا حصل على عرض كل بقى اللعبين اللي هيرحلوا دول تحركات الأهلي من ناحية أن يجي لهم عروض أو عقود إيه قصتها إيه أخبارها الأهلي برضو مستني عشان لازم يبقى فيه مكسب مادي وراء رحيل هؤلاء لأنه ما ينفعش يبيع اللعبين دول أو يمشوا بفسخ تعاقد مثلا أو أي حاجة فلازم يلاقي لهم عروض وتحديدا الأجانب المستمرة تعاقدتهم مع الفريق الأحمر طيب يلا بينا سريعا